بكرة يعني الساعة أربعة ونص العصر حيواجه الأهلي نادي أراوة الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية وأنا بتمنى ونتمنى كلنا كل الخير للنادي الأهلي وطبعا ده في كاس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية وبنتمنى إن شاء الله الاستعدادات وإن الأهلي يستعيد ليقته ويستعيد قوته ونشوف كده مباراة زي المباراة الأولى اللي كانت أمام الاتحاد جدة ونشوف كده يعني تكنيك تاني ونشوف كده إن شاء الله الأهلي يعود إلى الفورمة بتاعته زي ما نتمنى خلينا نروح للناقد الرياضي هاني عبدالصبور علشان نسأله مزيد من التفاصيل وروح نادي الأهلي عاملة ازاي مساء الخير أستاذ هاني سلام نور على حضرتك أستاذة وعلى كل أستاذ المشاهدين يعني قولي كده سريعا يعني نادي الأهلي أولا الإحساس إيه الاستعداد إيه كواريسة عاملة ازاي نادينا أولى حدث أن كان في حالة حزن جديدة جدا بعد الأشياء أمام طلب الانزل براسيلي لايبا يعني قاعدت 48 ساعة 24 ساعة في حالة حزن كبيرة جدا بعد كده الشيناوي وعالم معلول وركبات الموجودين في الفريق أعقدوا جلسات مع كل الفريق على سواء جلسات جماعية أو جلسات منفصلة في حضور الدكتور النفسي وكله تكلم في سكرة أننا خلاص مرحلة وعدت ونازل بصالح الجمايير بالمدالية البرونزلية ونحقق نفوز على فروا من أجل تخطيط المدالية البرونزل المرة الرابعة في تاريخ النادي وده يبقى لقم قياسي جديد لإضافة للأرقام الكياسية للنادي الأهلي وما يمطعش يكون جينا السعودية وما نطلعش على منصر التتويج على الأهل نرضي جمهورنا اللي كان ورانا في كل المبرارات طب أستاذ هانيا عايزة أسألك هل في تغيير في التشكيل هل هنتفاجئ بقى ونتيجة للمباراة اللي فاتت يبقى فيه تغيير تاني أو فيه فكرة تاني خلالي أقولك أنه هو مستر كولر هيبدأ بنسبة كبيرة بنفس التشكيل لو كان فيه تمرين من شوية منذ لحظات التمرين كان فيه اختبارات بدنية لبعض اللاعبين الموجودين في المادي الأهلي الحالة البدنية لللعيب اللاعبين اللي هتحفظ معادة ذلك اللاعب اللي مش قادر بدنية سيكون موجود في التشكيل لعلى ذلك مش هيكون فيه تغييرات في التشكيل لأن كولر شاهد أن ده تشكيل الأمثل والأفضل للمهدي الأهلي في الفترة الأخيرة طب أنا عايزة أعرف منك أراوة يعني هذا الفريق الياباني الأسيوي كلمنا عنه لأن أعتقد الناس ما عندهاش معلومات كتير عنه كفريق كقوته كتأثيره خلينا نقول حركة النوع فريق من الفرق مش قوية جدا فأسيا لكن فاز بدور أبطال أسيا كنا شفنا كلنا أمام منشاستر سيتي كان فيه يعني كعب فريق منشاستر سيتي الإنجليزي في الشوت الأول لكن في شوت الثاني فريق نهار طبعا شكل عامل فريق عنده سرعات كبيرة جدا بتمايز بيها لكن على المستوى التكتير في نشفه أفضل حاله وإن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق الفترة طب هل أقدر أقول أي توقعات توقعات كده إن شاء الله الأهلي يكسب 2-1 بإذن الله 2-1 إن شاء الله يكسب بإذن الله نتمنى ويحصل على الميدالية البرونزية فريق النادي الأهلي غدا بإذن الله في الرابعة مساء بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا الناقد أرياضي هاني عبدالصبور كل التوفيق للنادي الأهلي كرة الحقيقة بتبسط الناس وبتبسطنا يعني أي حد بيلعب باسم مصر أو بيلعب حتى باسم نادي كبير زي اسم النادي الأهلي أكيد إن شاء الله نتمنى للفوز ترجمة نانسي قنقر